اشتركوا في القناة لنتيجة زيادة ضغط الدم وحجمه الجواب تفرز خلايا متخصصة من الأذينين العامل الأذيني المدر للصوديوم خلايا متخصصة لو سألني من أين يفرز خلايا متخصصة من الأذينين متى يفرز عند زيادة ضغط الدم وحجمه واضحون ما تأثيره طبعا هو سوف يثبت إفراز إنزيم رينين وبالتالي يثبت إفراز هرمون الدوستيرون الذكروهم هذول أخذناهم في الجزء الثاني هم اللي بيرفعوا ضغط الدم وحجمه كيف بيرفعوا ضغط الدم هذول اللي بيعملوا على إعادة زيادة إعادة امتصاص أيونات الصوديوم والماء من الأنبوب الملتوية البعيدة والقناة الجامعة فهذا المادة الانف تعمل على تثبيت إفراز الإنزيم وبالتالي تثبيت إفراز الهرمون ما نتيجة ذلك؟ سوف يتم تثبيت إعادة امتصاص أيونات الصوديوم والماء يعني بدل ما الصوديوم والماء يصير لها إعادة امتصاص للدم لا يصير لها تثبيت سوف تخرج مع البول أيونات الصوديوم والماء وبالتالي سوف يقل ضغط الدم وحجمه وهذا تأثير العامل الأذيني على حجم الدم وضغطه إنه شو بيعمل فيه؟ بيقلل حجم الدم وبالتالي إذا سألنا عن تأثيره في إفراز البول سوف يزيد حجم البول لأنه هو بيطلع بيزيد من إفراز الإن إي والماء مع البول ويقلل من إعادة أو يثبت إعادة امتصاصهم وهيك طبعا بنكون خلصنا المواد الثلاث التي تنظم عمل الكليا العامل الأول واحد اللي هو الهرمون المانع لإدرار البول والثاني هرمون الدستيرون والثالث اللي هو العامل الأذيني المدر للصوديوم طبعا ما تنسوا الأسئلة اللي موجودة في أوراق العمل صفحة 55 و 56 وفيه كمان أسئلة بتقارن بين الهرمونات الثلاثة من حيث تأثيرها في حجم البول وضغط الدم ومن أين تفرز كل منها وتأثير كل منها في الجسم شكرا لكم إن شاء الله نراكم في الدرس القادم اللي هي درس المناعة